من جانبه وصف مركز تحليل السياسة الأوروبية القرار الألماني بتجنيب البحر الأحمر بمؤشر مثير للقلق لتراجع القوة البحرية الغربية وقال المركز إن قرار البحرية الألمانية بتجنيب سفونها المرورة من البحر الأحمر أثار حالة غضب في المجتمع البحري الدولي وسط مطالبات بتشكيل تحالف عالمي أوسع لتدمير قدرة الحوثيين على إغلاق طرق الشاحنة وفقاً للمركز وضف أن التهديد الذي تشكله جماعة الحوثي في الممر المائي الحيوي واستجابة الحكومة الألمانية السلبية أثار أسئلة مهمة حول مستقبل الحرب البحرية وسلامة طرق الشحن الدولية كما قال مركز تحليل السياسة الأوروبية أن هجمات الحوثيين هي الأولى منذ عقود التي تنخرط فيها معظم القوات البحرية الأوروبية بمعارك مباشرة وضف تقرير المركز الأوروبي أنها المرة الأولى التي يتم فيها استخدام صواريخ الباليستية المضادة للسفن من جهة غير حكومية تستخدمها ضد أهداف غير عسكرية وأشار التقرير إلى أن عملية حارس الازدهار التي تقودها أمريكا وأسبيد الأوروبية نجحت نسبيا في منع تصعيد التوتر في المنطقة غير أنهما وفقا للمركز لم تنجحا في تحقيق سيطرة بحرية كاملة على غرار العمليات الدولية السابقة ما يعني أن أزمة البحر الأحمر توضح تدهورا ملحوظا في القوة البحرية الغربية ترجمة نانسي قنقر